موسيقى موسيقى تواصل المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا وحميتي يؤكد رغبتهم في التواصل الى سلام دائم مجلس السيادة يصدر قرارا بتعيين وزيري ثروة الحيوانية والبناء التحتية توقعات باستيناف الحوار بين الخرطوم واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى نشرة الاخبار والتي تضم الى جانبها موجز اقتصادي واخر رياضي اهلا بكم الى التفاصيل التقى رئيس وفدي الحكومة لمفاوضات السلام الفريق والمحمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفاكير ميارديت بحضور رئيس لجنة الوساطة تود قلواج كأم مستشار الرئيس سيلفاكير لشؤون الامنية في القصر الرئاسي في جوبا امس كما التقى سيادته لجنة الوساطة لمحادثات السلام بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح وقدم الفريق والمحمد حمدان دقلو شكر حكوماتي وشعب السودان لرئيس وحكومة جمهورية جنوب السودان لاستضافتها ورعايتها مفاوضات السلام السودانية وعلى الترتيب الجيد لها الذي ظهر في الحضور الاقليمي والدولي الكبير خلال الجلسة الافتتاحية للمفاوضات وكذا الفريق والمحمد حمدان دقلو التزام السودان بمنبر جوبا لاحتضان مفاوضات السلام بين الحكومة وفصائل الكفاح المسلح مؤكدا ان وفد السودان جاء للحوار مع اخوانهم في الكفاح المسلح بقلب مفتوح ونية صادقة للتوصل الى اتفاق سلام شامل شعبنا وحكومة جنوب السودان على الترتيب الجيد الممتاز المحضور دوليا واغليميا والان احنا يعني جائم بقلب مفتوح وبنية صادقة وبنية سليمة نقابل اخواننا في الكفاح السوري وان شاء الله يعني لجنة الوساطة الان الترتيب ماشي جيد وفي لقاءات ان شاء الله في الخلال اليوم نصل ان شاء الله لاتفاق باذن الله او في الحوار وان شاء الله نتمنى ان الحوارات يتكلل بالنجاح وان احنا يعني ما جايين نتفاوض جايين نتحاور وان احنا ما جايين نتفضل عليهم هم جزء اللي يتجزأ مننا هم جزء اصيل من السورة المجيدة في السودان وان شاء الله يعني بنكد ايضا جنوب السودان هي الممبر للمفاوضات وان احنا جاهزين اه وبرضو من يعني حتى في الطرفين برضو اخواننا في الكفاح برضو يعني اكدوا لنا جاهزيتهم وان شاء الله نصل لسلام في جوبا قال قيادي بارز بالجبهة الثورية ان جلسة مباحثات السلام السودانية في جوبا كانت افتتاحية للمفاوضات بحضور ممثلين للمجتمع الدولي مضيفا ان جميع الاطراف اكدت ان السلام اولوية واشر القياد الى ضرورة جلوس الاطراف للتباحث حول المطلوبات الضرورية للتفاوض وعلى رأسها الاتفاق على الوسيط ودوره وكيفية ادارته للعملية التفاوضية وطالب في حديثه مع باج نيوز بتوفير منبر ووجهة قادرة على تنفيذ عملية السلام بالموارد المالية وتستطيع تنفيذ ما جاء في الاتفاق مشيرا الى ان الوضع في الجنوب لا ينسيم عن مطلوبات الضرورية لاتفاق السلام في شقه التنفيذي وقال ان هناك ثلاث قضايا اساسية هي كيفية الدخول في العملية التفاوضية والاتفاق على المنبر القادر على تنفيذ اتفاق السلام وتوفير وسيط يتمتع بقدرة سياسية وخبرة في المفاوضات هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين حول غياب بعض الحركات عن المفاوضات وتأثيراته على عملية السلام في السودان بعد الثورة ظهرت مناورات السلام ودي بتأكيد لها تأثيرات على عملية السلام عموما في السودان خاصة من قبل الحركات المسلحة وانا ارى ما في السبب يخلي الحركات المسلحة ترفض مفاوضات جوة طالما اصلا قبلت الحكومة الانتقالية بمفاوضات اصلا هذا سيقود إلى طريق مزدوث في النهاية مع الحركات المسلحة التي هي حاليا تسعى إلى جر البلد إلى اتجاه آخر بعد أن الحمد لله انتصرت الثورة السودانية المجيدة موقف الاطراف المفاوضة من الجبهة السورية الموقف الذي يبدته بعض الحركات المسلحة من أن جوبا قد لا تكون منبرا محايدا للسلام أو منبرا يتفق حوله بتداعيات عدم التمويل وغيره هي نقطة قد لا تسير مسار السلام كبيرا أو كثيرا كما رأى بعض الناس لكن تمسكهم ببعض العناصر التؤى الثانية مثل التفويض الوسطى أن يكون هناك دور واضح للتحاد الأفريقي هي التي يمكن أن إذا ما تم الاتفاق عليها يمكن أن تنتشل المفاوضات الراهنة وتطلع بها إلى بر آمن باعتقادي أن جوبا هي أنسب مكان للحوار بين السودانين وأعتقد أن الحركات التي ترفض حوار في جوبا أو سلام في جوبا هذه حركات ربما تكون مرتبطة بدول أخرى تريد هذه الدول أن تنفذ الجندات في السودان المسألة ليست مسألة لها علاقة بالتمويل مع بعض السلام لأن تمويل مع بعض السلام هذا يقوم به المجتمع الدولي مفاوضات جوبا والجولات المرتقبة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة لبحث قضية السلام باتت تهديداتها باتت تهددها عقبات ربما تعصف بمستقبل العملية السلمية في البلاد وأشر مراقبون إلى حديث المجموعات المسلحة باعتباره سعيا لمزيد من الكسب السياسي وإيجاد سند إقليمي ودولي مما يتيح الفرصة لبعض قوى الخارجية بالتدخل والتحكم في مسار عملية السلام في السودان المزيد من التفاصيل في التقرير التالي مفاوضات جوبا والجولات المرتقبة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة لبحث قضية السلام باتت تتهددها عقبات ربما تعصف بمستقبل العملية السلمية في البلاد حيث يرى البعض أن تعنت بعض قيادات الحركات المسلحة وتمسكها بتغيير مقر المفاوضات من جوبا إلى مصر والإمارات سيعقد من المسار التفاوضية الذي حدد سابقا بين الطرفين تحفظ بعض الحركات على المقر جوبا كمقر للتفاوض جاء من بعد تجازبات هنا هنا تبدأ بعض الأطراف الدولية والبعض الآن أسرت عليه هذه التجازبات وجعلت من هناك أمر شبهي تنازل في النجوبة هذا في وقت ينظر البعض إلى حديث المجموعات المسلحة باعتبارها سعيا لمزيد من الكسب السياسي وإيجاد سند إقليمي ودولي ما يتيح الفرصة لبعض قوى خارجية بالتدخل والتحكم في مسار عملية السلام في السودان الخطوة أعتقد هي في تقدير الخاص هي مزايا في عملية السلام في السودان وأخشى أن تكون تلك الخطوة هي عبارة عن تقاطعات لمصالح بعض الدول في الشان السوداني وأخشى كذلك أن تكون تلك الخطوة هي إعادة إنتاج أزمة جديدة في الشان السوداني الحركات المسلحة بدورها تنظر إلى الأمر باعتبار أن جنوب السودان ليست لديها الإمكانيات المادية اللازمة لدعم عملية السلام وبرامجها في الفترة الانتقالية هذا وتبقى أنظار وأمال السودانيين متجهة إلى جوبا باعتبارها الأقرب لتعقيدات الملف الفترة الماضية إضافة إلى الدور الرئيس الذي كانت تلعبه سابقا رفض بعض الحركات المسلحة للعاصمة جوبا بأن تكون مقرا للمفاوضات أمر يراه بعض المراقبين السودانيين بأنه سيؤزم من أزمة السلام التي طال أمدها كثيرا في وقت ينظر البعض إلى أن الحركات المسلحة ربما تحاول أن تكتسب مكاسب جديدة من هذه المراوغة السياسية إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطو أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك الخاص بتعيين السيد دكتور علم الدين عبد الله بشر عبد الله وزيرا للثروة الحيوانية وسيد مهندس هاشم طاهر شيخ طاها وزيرا للبنى التحتية والنقل وجه المرسوم الدستورية الجهات المختصة بوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ فيما وجه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتعيين وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى لاتخاذ إجراءات تنفيذ القرار قدم الهولندي الجنسية روبارت فان دون دول أمس الثلاثاء أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم وكد بيان صادر عن البعث في سودان أن السفير الجديد أكد دعم الاتحاد الأوروبي لحذف اسم السودان من قوائم الدول الرعية للإرهاب وشدد على دعم السلطات الانتقالية بالسودان كاشفا عن حزمة دعم مرتقبة عقب إنهاء مناقشات مع الوزارات ذات الصلة وفي صدد ذاته كشف الاتحاد عن تقديم دعومات لسودان بنحو نصف مليار يورو للمنظمات الإنسانية لمجابهة الآزمات الإنسانية في السودان منذ 2011 كما نوها الاتحاد إلى جاهزيتهم للاعب دور في الجهود الدولية لدعم عملية الصدمات النفسية وحث السفير السلطات السودانية على تهيئة بيئة تمكينية جديدة تماما على أسس المبادئ الإنسانية والأطر القانونية ذات الصلة توقعت مصادر الدبلوماسية مطلعة بوزارة الخارجية انطلاق جولات جديدة من الحوار السوداني الأمريكي للتفاوض حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقالت المصادر بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ان الجولات تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى وجود متايرات حدثت في السودان خلال الأوينة الأخيرة مؤكدا أنها ستسهم في رفع السودان من قائمة الإرهاب عبر العديد من القنوات كاشفا عن تفاهمات جديدة مع المسؤولين في الدولة للمرحلة المقبلة عبر طرح سياسة جديدة وبحث كيفية التوافق بين رؤى الجانبين يدير بالذكر أن جولات التفاوض السابقة بين خرطوم وواشنطن أسفرت عن رفع الحصار الاختصادي عن السودان ومن المتوقع أن تسهم الجولات القادمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة عاقب الدعم الخارجي للحكومة الانتقالية أعلنت قوى الحرية والتغيير في سودان أمس الثلاثات تسليم البرنامج الإسعافي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك ويعد البرنامج الإسعافي بمثابة المرجعية لتنظيم العلاقة بين الحكومة وجميع ممثليها في هيكل السلطة وقام بتسليم البرنامج وفد مفوض من قوى الحرية والتغيير وينص البرنامج كذلك على دعم مكونات الحكومة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة إبان الفترة الانتقالية النشرة متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية وفيها بعد الفاصل قرار بفك صادرات الثروة الحيوانية عبر الموانئ البحرية مرحبا بكم ثانية في نشرة الأخبار انقلكم إلى أخبار الاختصاد شكى بحثون ومختصون من معاناة قطاع صناعات الغزل والنسيج في السودان من ضعف التمويل وإهمال القطاع من قبل الدولة في الفترة الماضية ودعا باحثون في سمينار إعادة تدوير مخلفات صناعات النسيج والملابس الجاهزة إلى ضرورة استفادة الدولة من هذا القطاع المهم الذي يمكن أن يسهم في زيادة الدخل القومي عن طريق تصدير منتجاته وقال أستاذ هندسة النسيج بجامعة السودان بروفيسور حسب عبد الباقي في حديث لطيبة إن قطاع الغزل والنسيج يعاني من ضعف التمويل والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يعيق ويؤخر العملية الانتاجية ووضح حسب أن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع يؤثر فيه سلبا رغم الإمكانيات والموارد الطبيعية التي يتمتع بها السودان مثل القطن الذي تنتجه البلاد بأصنافه المختلفة مشاكل خاصة بصناعة النسيج طبعا الصناعة لن كلها تعاني من الطاقة غير الموارد غير الاستثمارات عزوف المستثمرين عموما عن الصناعة لمشاكل الكثيرة والمتعددة وكذا وذلك برقم السودان يحظى بموارد طبيعية كبيرة جدا خاصة في مجال صناعة الغزل والنسيج يحظى بالقطن الذي هو من أفضل الأقطان على مستوى العالم نحن ننتج أفضل أقطان طويلة تيلة والآن طبعا دخلت أقطان أخرى أعلن وزير التجارة والصناعة في السودان مدني عباس مدني موافقته المبدئية على إسناد عمل التعاونيات في الأحياء للجان المقاومة أعلن لدى لقائه لجنة مقاومة أم درمان وتجارا من منطقة سوق ليبيا قبوله المبدئية بمخترح لجان المقاومة إنشاء تعاونيات في الأحياء السكنية في مناطق البلاد المختلفة وقال ممثل لجان مقاومة أم درمان نادر تبيدي إنهم تقدموا بمخترح لوزير التجارة لتنشيط عمل التعاونيات في الأحياء السكنية على أن يؤول الإشراف والإدارة للجان المقاومة وهو ما رأى فيه الوزير فرصة للعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار بحسبان أن التعاونيات تقدم السلع الضرورية بأسعار مخفضة كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامجي الإسعافي في موازنة العام المالي 2020 وأكد وكيل التخطيط الاقتصادي مكي مرغاني عثمان لدى لقائه في الوزارة وفد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة برئاسة الأمين التنفيذي للجنة دكتور فيرا صونجي أكد أن موازنة العام المقبل ستستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية بجانب برنامج إصلاح الدولة وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يختم المصالح العليا للبلاد أكد مدير عام هيئة المواني البحرية بن يابا نور الهادي نور الهادي الفكي أن تنفيذ المرحلة الأولى من محجر بيطري مناه دوب لصادر الثروة الحيوانية والسمكية جاءت وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة دعما لتحقيق مزايا إضافية لصادر الثروة الحيوانية السوداني جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمحجر برفقة مدير الإدارة العامة للمشروعات والجهات ذات الصلة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي إنفاذا لتوجهات الدولة الرامية لتعزيز قيمة صادرات الثروة الحيوانية والسمكية اكتمل العمل في تشييد المرحلة الأولى من محجر بيطري مناه دوب والذي قامت هيئة المواني البحرية بتنفيذه وفق المواصفات الفنية التي أعدت من الإدارة العامة للمحاجر التابعة لوزارة الثروة الحيوانية هذا الميناء إن شاء الله من المواني المتخصصة والمواني الاستراتيجية التي نعول عليها كثيرا في خطفنا الآن والمستقبلية إن شاء الله والآن بعد أن انتهى كل العمليات في الميناء وصار جاهزا إن شاء الله الآن بننتقل إلى المناطق الخلفية بالنسبة للميناء واليوم كنا في زيارة للمحجر البطري وهو انتهينا من المرحلة الأولى بالنسبة للمحجر البطري زيارة ميدانية لمحجر بيطري مناه دوب قام بها مدير عام هيئة المواني البحرية بالنيابة نور الهاد الفكي برفقة مدير الإدارة العامة للمشروعات دكتور عوض الكريم حسن وقفوا من خلالها على اكتمال العمل بالميناء والمتمثل في إنشاء سور وحظائر لصادرات الثروة الحيوانية ومخازن ومحطة بياه وكهرباء ومنصات لنزال لصادرات الثروة الحيوانية لخصوصية صادر الماشا وميناء يتضيغى جنوب سواكن أو 30 كيلولوتر الماشا دي كامت الصدر من ميناء سواكن ونسبة للتلوث والماشا من المحجر وقفوا من خلال الميناء يتمر في مناطق سكانية وينتغل التلوث من الماشا للإنسان ومن الإنسان للماشا لذلك ضرر الإعدامات الغرية لعمل الميناء خاص في منطقة هيدوك تنفيذ المرحلة الأولى من محجر بيطر ميناء هيدوب جاءت وفق المواصفات الفنية المطلوبة دعما لتحقيق مزايا إضافية لصادر الثروة الحيوانية السودانية من النشرة الاقتصادية إلى الرياضية الهيئة الاستشارية للهلال عن لسان نائب الرئيس الخليف مختار مك تضامنها التام مع رئيس النادي أشرف الكاردنال في مواجهة القرارات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض شركات الكاردنال ونفى الخليفة رفض الهيئة الاستشارية لما يتردد عن ابتعاد الكاردنال عن رئاسة الهلال قبل انتهاء دورة المجلس بعد عشرة أشهر وقال إن الهيئة تتمسك برئاسة الكاردنال حتى نهاية الدورة الحالية والترشح للدورة القادمة نسبة لحاجة النادي الماسى لوجوده في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وللخبرات التي اكتسبها من خلال عمله في السنوات الماضية دعا مجلس إدارة نادي المريخ الأعضاء الذين يحق لهم الحضور لحضور انعقاد لجمعية العمومية غير عادية لعرض ومناقشة مشروع النظام الأساسي للعام 2019 وذلك يوم السبت الموافق التاسع عشر من أكتوبر 2019 وكذا مجلس إدارة المريخ أن الجمعية العمومية المقرر لها يوم السبت التاسع عشر من أكتوبر ستناقش مشروع النظام الأساسي للنادي للعام 2019 وذلك استنادا على نص المادة 17 من النظام الأساسي لنادي المريخ لسنة 2008 هذا وسيتم نشر الكشفات ابتداء من الثلاثة على أن تنتهي الطعون غدا بل اليوم الأربعة كما سيتم نشر قرارات الجمعية العمومية النهائية يوم الاثنين الحادي والعشرين من أكتوبر أوقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رامة مالية كبيرة على اتحاد كرة القدم السوداني بسبب مخالفات إدارية خلال مباراة سودان وشاد باستاذ المريخ مؤخرا ضمن تسفيات كأس العالم 2020 وبلغت جملة العقوبة 30 ألف دولار لعدم التقيد بالضوابط التنظيمية في المباريات الدولية في مواجهة المنتخب السوداني ونظره الجادي التي ترقى خلالها سقور الجديان للدور الثاني من التصفيات بالتعادل السلبي أوضح الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني دكتور حسن أبو جبل أنه رد على خطاب الفيفا بحسب القانون مطالبا بحيثيات القرار يذكر أن الفيفا أمهل الاتحاد السوداني مدة 30 يوما من أجل السدات بنهاية النشرة رياضية أصل بكم إلى نهاية نشرة الأخبار وكالمعتاد في الختام أذكر بالعناوين تواصل المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا وحيميتي يؤكد روابتهم في التوصل إلى سلام دائم مجلس السيادة يصدر قرارا باعتماد تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية وتوقعات باستيناف الحوار بين الخرطوم وواشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب شكرا لكرم المتابعة أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة